السلام عليكم اليوم وكالعادة رقيدة مجلس الوزراء بحضور السيد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وتدئى بدي باجر تتعلق بالانتخابات تحظى الانتخابات لدى الحكومة ولدى السيد رئيس مجلس الوزراء تحديدا بأهمية قصوى وهناك متابعة حثيثة لإيجاد صيغ تعاون بين الوزارات والمفوضية المستقلة لانتخابات هذه الصيغ عقدت على أساس مذكرات تفاهم بعض الوزارات أو الكثير منها أنجزتها وهناك عمل حثيث على إنجاز الآخر منها ومتابعة عمل المفوضية كل ذلك من أجل ضمان بيئة انتخابية نزيهة وعادلة لانتخابات جديدة انتخابات تضمن العدالة في صياغة حكومة وبرلمان جديد للعراقيين من بين الأشياء التي أوصى بها السيد رئيس مجلس الوزراء هي إيجاد حلول لستة آلاف متعاقد مع المفوضية يعني هناك حث على شمولهم بعمل المفوضية الجديدة وبالتالي الوزارات الآن مستنفرة لإيجاد حل هؤلاء الآلاف من المتعاقدين يستحقون أن يدرجوا لأن أعمالهم مهمة بالنسبة المفوضية فإذا هناك توصية بإيجاد حل لهم فيما يتعلق بالموقف الوبائي الجائحة والوضع الوبائي ينتشر في العالم والمخاطر كبيرة اليوم السيد وزير الصحة حذر من وضع جديد قد نتعرض له ما لم نلتزم بتوصيات وإجراءات لجنة السلامة والصحة هذا الأمر لم يعد يعني يتحمل أي نوع من التساهل فيه الكمامات والتباعد الجسدي وغير ذلك الوزارات ملزمة به المؤسسات الحكومية عامة الناس منع أي صيغ للتجمع والحشود مهما كانت أسبابها وتيرة تصاعد الجائحة في العالم كبيرة وإذا كان العراق الآن يشهد تراجع في هذا الانتشار وفي نسب الإماتة وصعود في نسب الشفاء لا يعني أننا يجب أن نطمئن إلى أضاعنا الوباء لا نعلم مدى وتيرته في الانتشار ولذلك هناك تجديد هذا اليوم في مجلس الوزراء على منع التجمعات والحشود مهما كان منع المناسبات التي يحتشد فيها الناس المناسبات مهما كان نوعها الرجاء من العراقيين جميعا ومن وسائل الإعلام أن تبث وعيا جديدا وعلى الجميع أن يتخذ الحيطة والحذر لكي لا نقع في محاذير لا نستطيع مواجهتها هذا أمر أساسي سنشدد عليه في كل مؤتمر صحفي وآمل من الإعلاميين جميعا أن يعنوا به بطريقة خاصة لكي نتجنب ما وقعت به دول أخرى المخاطبات مع الشركات المصنعة للقاحات على اختلافها في روسيا وفي الصين وفي غيرها هناك نوع من الطمأنة بأن اللقاح سيصل للعراق في نهاية شهر شباط هذا الشهر الثاني إن شاء الله سيتسلم العراق مزيدا من اللقاحات في نهايته وهذه الشركات هي من الشركات التي قرتها الهيئة الوطنية لانتقاء الأدوية كذلك كان هناك تلكء في دفع رواتب الأطباء الذين عينوا في العام 2020 حلت هذه القضية اليوم حينما خولت وزارة المالية ووزارة الصحة بصرف رواتب هؤلاء الأطباء المعينين حديثا في العام 2020 من أبواب وزارة الصحة ومن أبواب الوزارات الأخرى أيضا يعني هناك قرار حاسم من مجلس الوزراء في أن يدفع لهؤلاء الأطباء المعينين لقاء خدماتهم المهمة والأساسية لبلدنا في هذه الأيام بالتوازي مع ذلك في وزارة التخطيط كان هناك قرار لإنجاز مشاريع مستشفيات متلكئة فصادق مجلس الوزراء على محظر رجلة أمر ديواني يستأنف فيه عادة العمل على مستشفيات عديدة حقيقة بعديد من الأسرة مثل مستشفى المعامل ومستشفى الدجيل والإمامين الجوادين وأيضا مستشفى النهروان والقرمة في الأنبار هذه المستشفيات توقف العمل فيها لمدة والآن بقرار من مجلس الوزراء والحاجة الملحة لمواجهة الوباء استأنف فيها العمل بقرار الأمانة العامة لمجلس الوزراء بذلت جهدا مشكورا وطيبا في إعداد تقرير عن إجراءات الوزارات لتنفيذ المنهاج الحكومي أنتم تعلمون أن المنهاج الحكومي لهذه الحكومة خاصة هو منهاج ليس بالطويل ولا بالمديد هو منهاج مختصر مهمات الحكومة في أعمالها تقتصر على مساء الانتخابات استعادة هيبة الدولة ومجموعة من الخدمات التي تستأنف القيام بها بعدما مر به العراق من أحداث هناك تقييم لنسب إنجاز الحكومة تقوم به الأمانة العامة قدمته هذا اليوم بين يدي مجلس الوزراء وخضع لمناقشة وصوتة عليه وسينشر لاحقا للإعلام بعد استكمال بعض الأشياء فيه وزارة الزراعة كانت لها حصة أيضا هذا اليوم في أن المجلس الوزراء قرر ربط السيطرات الخارجية بوزارة الداخلية للسيطرة على تهريب السلع من المنافذ الحدودية تعلمون ما حدث خلال الأيام الماضية من تهريب استطاعت الأجهزة أن تمسك به وتنقذ العراقيين من بعض البضاع الفاسدة فيما تعلق بالدجاج وغيره والحمد لله الآن ربطت هذه السيطرات بوزارة الداخلية لمحاولة إحكام السيطرة على المنافذ الحدودية فيما يتعلق بالتهريب تحديدا أخيرا هناك موافقة من مجلس الوزراء على تقديم المساعدة للشعب اللبناني تحديدا مساعدة في إطار تعاون عراقي لبناني يتعلق بالتجارة زيت الوقود الثقيل أعتقد من شيء من العراقيين الذين مروا بأوقات عصيبة وتلقوا المساعدات أن يساعدوا الآخرين هذه في جبلة العراقيين على الدوام أن ينظروا إلى أشقائهم في أزماتهم وأن يساعدوهم واليوم مجلس الوزراء صوت لقرار مساعدة الشعب اللبناني في هذا الموضوع تحديدا أتلقى الآن أسئلتكم بترحاب تفضلوا السلام عليكم معا للوزير سجاد الموسى ومن العراقية الإخبارية كيف ستعالج الحكومة مسألة ضغط الإنفاق في الموازنة بعد ربما تخفيضه إلى 128 مليار تريليون دينار في اللجنة المالية كيف ستعالج الحكومة هذه النفقات التي رفعت وهل هناك توجه حكومي لرفع التجميد عن قانون ضريبة الدخل لفرضه بدلا عن الاستقطاعات شكرا جزيلا من اللطيف أن أسمع أرقام من سؤال إعلامي هذه الأرقام كلها غير مؤكدة الموازنة قيد التدارس والنقاش في مجلس النواب وأيضا هناك اللجنة المالية تجلس لمناقشة الموازنة حتى مع بعض المسؤولين الحكوميين لتدارس هذا الأمر ولا أحد يعلم بالضبط حجم ضغط الإنفاق أولا وبالتالي لا يمكن التعليق عليه الآن بالتأكيد سيكون هناك تصورات ورؤى مختلفة تحاول أن تقدم شيئا جديدا بالنسبة لتصور الحكومة لكن لا يجب في ظني أن نتحدث عن أرقام محددة في هذا في ضغط الإنفاق هذا أو في تصور مسألة الضرائب كيف ستكون نحن عرضنا رؤيتنا وذهبت إلى مجلس النواب الموقر وستعود إلينا بملاحظات بالتأكيد وحينها يمكن الحديث عن هذه المسألة السلام عليكم شكرا دكتور إلى الاستجابة السريعة لأسئلتي سؤال جعفر غفوري صحفية في جريدة الدستور سيادة الوزير سؤال يتعلق بالبرنامج الحكومي أرض السيد مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء البرنامج الحكومي الذي يتعلق بعدة فقرات ومنها تنفيذ قواني بملاحقة أموال العراق المهربة خارجا سؤالي هل هناك نية للحكومة العراقية باسترجاع الأموال في هذا الوقت وخصوصا العراق يمر بأزمة موالية لكي لا يمس برواتب الموظفين والمتقاعدين وكذلك هل بالإمكان محاسبة المقصرين والفاسدين الذين لديهم نفوذ الحقيقة دكتور لم نسمع ولم نرى باسترجاع جميع الأموال المهربة ولا بمحاسبة المقصرين والفاسدين بين قوسين حتان الفساد ومع الألم العراق عند علاقات طيبة مع دول العالم العربية والأجنبية لتسهيل المهمة ما هو سبب التأخير ولكم الشكر وشكرا شكرا لهذا السؤال وللحماسة فيه الحكومة يعني لا يجوز أن نقول هل يمكن أن تحاسب الفاسدين لأنها حاسبتهم بدءا وبعضهم ألقي القبض عليهم أنتم تتابعون الأخبار بالتأكيد الحكومة جادة في محور مكافحة الفساد هناك ثمان محاور في البرنامج الحكومي أحدها والأهم فيها هو مكافحة الفساد لا تطبقه فقط في قضية ملاحقة الأموال المهربة أو القبض على الفاسدين أو إرسال ملفاتهم إلى النزاهة هناك أشياء كثيرة هناك تفعيل لقوانين تتعلق بمكافحة الفساد هناك أيضا حوكمة للوزارات يعني مكافحة الفساد هي لا تعني فقط أن تلاحق ملفات بعينها وترسلها إلى النزاهة أو أن تلقي القبض على الفاسدين إذا استطعنا أن ننجز ونحن ماضون في ذلك وبدأنا فيه بحوكمة الوزارات تقل بالتأكيد إمكانات الفساد في هذه الوزارات أيضا تمكينكم أنتم تمكين الصحافة الاستقصائية التي تلاحق المعلومات عن الفاسدين هذا النوع وعمود من أعمدة ملاحقة الفساد وهو حاصل في هذه الحكومة لا تحجب معلومة في هذه الحكومة تحديث منظومات العقود أيضا عمود آخر من أعمدة مكافحة الفساد وضعاليات جديدة للعقود بحيث لا ينفذ منها الفاسدون إلى الأموال العامة فإذن مكافحة الفساد منظومة كاملة لا تتعلق فقط بملاحقة أموال مهربة أو القبض على الفاسدين وقد فعلناها في هذه الحكومة السلام عليكم سيادة الوزير عامر يوسف من فضاية النجباء سيادة الوزير يعني في جميع الأنظمة الدولية عندما تبرم دولة معينة اتفاقية مع دول كبرى تضع الجدوى الاقتصادية في بادئ الأمر من جانب اقتصادي سياسي بالي إلى آخره إلا العراق يعني نشاهد ونتابع ونسمع بأن الاتفاقيات مع الجانب الأردني كثيرة وفوت تذهب إلى الأردن وأخرى نستقبلها في العراق آخرها هذه الاتفاقية التي عقدت لربما قبل ثلاثة أيام يعني ما سر هذه الاتفاقية مع الجانب الأردني خصوصا إذا علمنا بأن أكثر من نصف اقتصاد الأردن هو يعتمد على الجانب النفط المزود من العراق شكرا جزيلا شكرا لك على السؤال وأرجو أن ننتبه إلى التعميم يعني العراق لا يدرس جدوى اتفاقياته هذا فيه تعميم بالتأكيد هنا خلل ربما في بعض الاتفاقيات لكنه على العموم للإعلاميين للصحفيين للأكاديميين للدارسين التعميم هي مطعن ومسقط لهم العراق يخوض اتفاقات عديدة ليس فقط مع الأردن كما أشار الأستاذ لكن تشكيل محور مع الأردن ومصر والآن هناك بوادر اتفاقات مع لبنان بدأناها بهذه اتفاقية التعاون الذي هو نوع من المساعدة للشعب اللبناني في هذه الأيام إذن الأفق الستراتيجي للعراق في تعامله مع الدول لا ينحصر في صيغة اتفاقية ودراسة جدواها من عدمه هناك رؤية ستراتيجية أبعد من هذا المفصل الذي يمكن أن يتلافى إذا كان فيه خلل العراق ماضي في عقد شراكات مع دول عربية بدأناها بدأها السيد الرئيس مجلسي وزراء بزيارات مكوكية حقيقة إلى الأردن وإلى مصر وغير ذلك شكرا لكم جزيلا